ان تطاول ليلنا او تمادى في الظلام او تعثر ركبنا واصطأرتا للركام ان تضاء لحلمنا او تناثر في الزحام ان تطاول ليلنا او تمادى في الظلام ربنا لك الحمد وحمدا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونصلي ونسلم ونبارك على الحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم احبتي في الله سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته وطبتم اينما كنتم معاود على بد والقاء جديد طمين عليك ويا رب نكون كلنا في احسن واسعد واطيب حال المرة كنا بنتكلم اولادنا في امتحانات عن مشكلة بتقابلنا في مثل هذه الايام وهو قلق الامتحانات الحقيقة موضوع على امتحانات هو موضوع مهم وواسع ولازم نتكلم فيه بشكل مستفيد لان احنا كتير من اولادنا تبقى عندهم المعلومة وشايفين المنهج كله ودرسينه وكذا وكذا لكن بيجوا عند محطة معينة ويحصل نوع من القلق بيكون مصاحب لوقت الامتحان الموضوع ده بيخلي الطالب او ابننا يحصلوا نوع من التشتت يحصلوا نوع من الانزعاج الداخلي فبيبدأ ما بيعرفش يوصل المعلومة او يستدعي المعلومة في وقت الانتحان وكنا المرة اللي فاتت شرحنا عن القلق ودي عوامل جسدية ودي عوامل نفسية مرة فاتت كنا بنتكلم او سردنا العوامل الجسدية قلنا في مشاكل في الطعام في مشاكل في بيت ناشا في مشاكل في كذا في النوم حاجات كتيرة كنا بصدد ان احنا اتكلمنا عليها مرة فاتت والحقيقة لقينا ناس كتير او بتتكلم حاجات كتيرة او جات على فيسبوك بشكل خاص دكتور طيب احنا في مشكلة الحالة النفسية بتاعتنا عايزين نسيطر عليها ازاي فقلنا النهاردة هنتكلم على مفاتيح واسرار النجاح ازاي نبدأ نرتب نفسيا نفسيا ازاي يبقى عندنا فكرة نقدر نسيطر بها على نفسنا ازاي يكون عندنا هدف لان في مشكلة دلوقتي يمكن معظم الطلبة ولادنا ان باقت الموضوع بالنسبة لهم ان هو يعدي برحلة الانتحان واعلاقته بالمادة تنتهي الذاكرة هنا بتبقى مستعدة لحاجة معينة تاخدها او تستدخل المعلومة في وقت معين وبعد كده خلاص بتبدأ تتلاشة دي مشكلة من ضمن المشاكل المهمة جدا اللي ولادنا بيقعوا فيها وانلاقيهم بعد خلاص الموضوع انتهى انا خلصت انتحان ولا لي علاقة وتسألوا عن الموضوع ولا لي علاقة النهاردة هنتكلم ازاي يكون لنا هدف ازاي نبدأ حياتنا بشكل بعيد عن القلق ازاي نرتب اوقاتنا ازاي نستفيد من الحاجات دي لانها مش مجرد معلومة بس لا احنا احتاجها في وقت معين صحيح انا معاك وكتير من الطلب قالوا لي يا دكتور المنهج في حاجات كتيرة قوي يمكن تكون ملاش لازمة زيادة معشورة معلاش احنا النهاردة بصدر ان احنا ازاي ناخد المعلومة دي نستفيد منها تعالوا النهاردة نتكلم على اسرار ومفاتيح النجاح ونشوف ازاي هنبدأ نعيد ترتيب افكارنا نعيد ترتيب اللواعي العقل اللواعي بتاعك هو المسؤول الاول عن ادارة ذاتك هو المسؤول عن نجاحك هو المسؤول عن تفوقك هو المسؤول عن تقدمك تعالوا النهاردة نرتب العقل اللواعي ونرتب الذاكرة سواء كانت القصيرة او المتوسطة او الذاكرة البعيدة تعالوا نهاردة نشوف هنعمل ايه ونقول ايه تعالوا نتكلم على مفاتيح واصرار النجاح ونقول ان اول مفتاح اول مفتاح وركز معايا والنهاردة عايز تواصل سواء على الفيسبوك او على المكالمات علشان نحط الخريطة الزهنية نحط الخريطة الحياتية ازاي هنعيش حياتنا بشكل اكتر فعالية علشان يبقى اكتر يعني ممكن تبقى اقل مجهود بس تبقى اكتر تقدم واكتر نجاح واكتر مثالية الامور بس عايزة نوع من ادارة الزاد اول حاجة من الحاجات اللي هنقف قدامها قدام الفتاح انه يكون لينا هدف واضح ومحدد يعني ايه يعني ايه يكون ليه هدف واضح ومحدد يعني قبل ما يخش السنة لازم بقى حاطط تارجت او هدف علشان اوصل له انا هعمل ايه بالمادة دي هابدأ اذاكرها ازاي انا عايز ايه من ورده طبعا هنسمع كتير من الولادنا يقول له ان انا عايز اخلص السنة دي واتنقل السنة الجاي المشكلة دي لما بتكلم عقلك الواعي بالطريقة دي هو الخطأ بعينه لما يكون بس مجرد ان انت عايز تقودها كخطوة او سلمة علشان تتنقل بها المرحلة الجاية وشكرا او وضمتم زي ما بنقول لا الاتفاق هنا بيبقى اتفاق فيه شيء من الظلم للنفس ان انا باتفق مع العقل ان انا بس مجرد عايز السنة دي وخلاص طب انا المعلومات دي كلها طب ليه ما استفدش منها ليه ما عملش ان انا عندي هدف معين ليه ما اقولش ان المادة دي هقوي نفسي فيها انا مثلا اللغة الانجليزية اخدت شوية جرامر شوية كلمات وكذا وكذا ليه انساهم ليه اتفق مع عقلي من الاول على نفسي ظلما ودورا وقول لنا هنساهم طب ليه ما خلهمش عندي مغزون في المتوسط في المتوسطة يعني الذكرة المتوسطة او البعيدة علشان يستفيد بهم في مرحلة تانية هذا التراقم العلمي بيخليني اتحول من حالة لحالة يبقى في الاول لازم يكون عندي هدف ولازم يكون الهدف ده انا حبه وعيشه وفهمه ودرسه مش مجرد ان انا داخل في السنة اولى داخل على سنة تانية ان انا هعدي سنة تانية لا هذه الفكرة ظالمة جدا ولادنا بيصيروا بمنطقة طبعا ده ناتج لعوامل كتيرة جدا منها حالة التعليم منها الشكل المواد اللي بناخدها منها وجود الحالة اللي احنا فيها العلاقة بين المدرس والطالب اللي خلاص ده بيجعل فهم ده يدي ده الملخص ينتقل الامتحان الموضوع ينتقل لا لا الناس اقلتلي يا دكتور طب ما كل الناس كده الحكاية كلها ماشية كده انت لو عايز تتميز عن غيرك لو انت شايف نفسك عايز تبقى في مكان تاني لابد تعمل التطوير اللي اللي بيقولك عليه اما الناس بقال ليه عايزة مجرد ان هو ينجح وشين ينجح لا ده ده موضوعه ايه بيركم بسرعة الهدف بتاعه صير قصير المدى فتلاقيه نفسه قليل بيستنفذ اكتر طاقة وما بيديش استثمار اكبر طاقة لانه عنده جهد لانه هو بيحمل حمولة معينة لانه حاجة مضغوط عليها مش حبيبها نعم حاجة مضغوط عليها مش قادر احنا عايزين نتواصل النهاردة لو في اي اسئلة بعد اذنكم وبعد اذن نخرج التليفونات موجودة وان شاء الله ولو على الفيسبوك نتكلم ان شاء الله عشان في ناس كتير صراحة بعثتلي الفيلم بوكس على المشاكل اللي بتواجهنا اسناء فترة الانتحانات وان شاء الله بعد ان خلص الانتحانات هنعمل برضو فقرات كده ازاي نقضي اجازتنا باذن الله علشان نعيش في جو من الاستمرار الاستمرار مش مرحلة وتخلط نعيش في جو من الاستمرار من النجاح ان شاء الله النجاح يبقى اول رقم واحد عندنا اول حاجة اننا يكون عندي هدف محدد وغاية معينة عايزة وصلها الاتفاق ده في اول السنة اتفق معالك قل له لا انا احتفظ بالمادة اللي انا اخدها دي علشان هتنفعني المرة الجاية هتنفعني في سنة تالتة هتنفعني بعد كده هتنفعني في موقف هتنفعني في اي حاجة مش مجرد ان هي اداة او وسيلة انا خطيت بها خطوة وبعد كده الموضوع انته بقى رقم واحد حواري معنى عقل حتى طب هتقول لي يا دكتور طب احنا خلاص احنا داخلين على المتعانات قل له من دلوقتي اعمل الاتفاق من دلوقتي اولادنا بتوع السنوية السنوية اعمل الاتفاق من دلوقتي قدامك لست شهر او اكتر او اقل اعمل الاتفاق من دلوقتي اقول له لا انا هستفاد من المادة دي وخليها معايا علشان هستفاد بيها مقدمة يبقى اول حاجة وجود هدف وغاية محددين نمر اتنين حكاية ان انا يكون عندي اتقان بعد ما حط الهدف اللي هو المحرك الاساسي والباور اللي بيديني طاقة ان انا استمر خلي بالك الحكاية بتبدأ من جوه ما بتبدأش من بره الحكاية والفكرة كلها هنا كلها في هذا التركيب الصنع الالهي فيه قدرات اه انك انت متخيلهاش خلاص نمر اتنين بقى علشان اه انا بدأت الهدف ده وهو المحرك الاساسي بتاعي اللي بيخليه اللي بنسميه الدفعية يعني احنا عندنا دلوقتي علم اسمه علم الدفعية ازاي انا يبقى عندي دفعية للمادة دي علشان اتحرك بيها نمر اتنين عندنا بعد الدفعية دي فيه حاجة اسمها الاتقان ازاي انا اتقن في المادة اللي انا اه داخل فيها طب الاتفاع يكون ازاي دكتور الاتفاع يكون ازاي خلي بالك احنا بندور حوالين محور دلوقتي ان احنا نكلم العقل اللواعي نعمل مع اتفاق علشان يسخر لنا كل الادوات اللي ربنا بدهننا في هذا المكون الهائل الانسان في هذا المكون الصنع الالهي اللي فيه ما لا يخطر على بالك من كميات من المعلومات وكميات من المخزونات صنع الالهي فلابد ان يستطمر هذا الصنع اليه بشكل جيد الاتقن ده هعمله ازاي دكتور انا خلاص حطيت الدافع حطيت ان انا عايز اكون حد ليه بصمة وليه قدم في المجتمع ده وان شاء الله هيبقى عندي المحرك ده هيمشين قدام علشان تفضل على هذا المستوى من الثبات خلي كل حاجة تعملها باطقن اقول لك بوسطة يعني ايه ما تكرودش حاجة ما تقولش دي نقراها كده اي حاجة وخلي بالك المعلومة لما بتخش يعني مثلا عايز اقرى جملة هاجيب لك بالضبط انا قصدي عايز اقرى جملة والجملة دي مثلا العبارة طويلة فقوم اكسل اننا اقرى العبارة سواء كانت عربية او انجزية جملة فساك في الكون شفتها لقيتها شوية تركيب اللغة وبتاعها صعب علي فقوم انا ايه واخدها كده بالشبه وقولها باي حاجة طريقة الاستدخال دي بقى وهي كده هتخش يا ام صحيحة زي ما هي موجودة مثلا في القرآن الكريم او زي هي لو كانت لغة انجزية بالشكل ده ام تخش بشكل صحيح وهتفضل بنفس الشكل اللي طول عمرها ما هتتغير ابدا اما هتخش بشكل فيه عجاج او نقص او ضعف او كوف او كله هتخرج لك بنفس الشكل بالضبط الطريقة اللي انت استدخلت بيها في الحصالة في اللاوعي في المنطقة معينة من الداكرة هي نفس الطريقة اللي هتخرج بيها حينما تستدعيه ما تقولش انها حصل لدروب في المتعانات لا انت دخلت المعلومة بالطريقة دي لم تدخلها او لم تستدخلها بطريقة من الاتقان طب هعمل ايه دكتور عيد ما تريد ان تستدخله في عقلك بالطريقة السليمة الصحيحة تاني عيد ما تريد ان تستدخله في عقلك بطريقة سليمة صحيحة اقرأ الكلام مظبوط اقرأه مرة واثنين وعشرة اسأل لو انت مش عارف اللكنة او اللغة او الطريقة او تجويدة هذه الكلمة او هذا الحرف اسأل لكن المهم ان انت ما تدخلش الحكاية من غير اتقان او من غير عمل له شكل وله منظور وله مفهوم نفس الطريقة لما تكون بنعلم اولادنا ولذلك انا بقى حريص جدا لما ييجي طفلي يسألني سؤال وما اقولوش الاجابة الحقيقية ليه طب معادي ما احنا دكتور بنسكت ولادنا ونقولهم اي حاجة مثلا كذا او كذا لا ابدا هنا العقل عامز للطفل ده لو انت حطيت للطفل وما هيعرفش غيرها حتى لو حاولنا تغيرها قدام هتلاقي العملية جات شكل طب ايه الحكاية البداية صحيحة البداية صحيحة البداية المتقنة ان الله يحب اذا عامل احدكم عملا ان يتقنه اعملوا بالزبط قوي واعملوا بشكل رائع وتفنن فيه واعمل حواليه حاجة من اللي احنا بنحبها يعني اعمل حواليه حاجة وجو كده بحيس انك لا بتتغطش على دخلوه بطريقة صحيحة بطريقة سليمة وبجو يخلي العقل يستقبل يستقبل هذه المعلومات وهو في حالة من الراحة ما تضغطش عليه ما تكرطوش ما تقرهوش ما تعملوش حالة استفزازية ما تعملش عليه استرس لا خلاص يبقى نمرة اتنين من مفاتيح اللي عندنا المهمة جدا اللي ان شاء الله هتكون مفاتيح واسرار النجاح لكل ولادنا في كل المجالات مش على المستوى المذاكرة بس او على مستوى لدنا اللي في العددية اللي هم تريد ما يخلصوا النهاردة وربنا ينجحهم او على استناوية اللي هم داخلين على منحنة بيغير الحياة وربنا برضو يوفقهم ان شاء الله نقول ان تاني حاجة هي الاتقان دخل المعلومة بالراحة دخل المعلومة صحيحة دخل المعلومة واسمع الكلمة دي كويس قوي كما تحب ان تراها حينما تستدقيها تاني تعالى دي نودنك في النقطة دي مهمة جدا دخل المعلومة استدخل المعلومة كما تحب ان تراها حينما تستدقيها تاني يا دكتور تاني وتالت وعشر ان هذه النقطة محور وفيصل في الموضوع استدخل المعلومة كما تحب ان تراها حينما تستدقيها انا عايز استدقيها في كامل شكلها وفي كامل حيث وبالظر انا عايز افتكر الاسطر عايز افتكر الكلام عايز افتكر فكرة من الموضوع عايز افتكر الموضوع ده كان بيتكلم على ايه هو ده المنطقة او المنطقة اللي احنا هنستدخل بها المعلومة يبقى حط في جميعك كده انا عايز اخرج المعلومة دي شكلها صحيح شكلها سليم فكرة قائمة فكرة موجودة مش مكسرة وانت بتقدم هذه المعلومة قدمها بشكل رائع وقدمها بشكل متقن والعقل اتفضل انا بقدم لك حاجة بشكل رائع نعمة التلاتة ان انا استخدم مهراتي نعمة التلاتة وده مهم جدا ان انا استخدم مهراتي لربنا سبحانه وتعالى الدهالي علشان اتفنن في اتقان المعلومة يعني يا دكتور ايه الفرق بين الصناية الشاطر وبين الصناية العادي طب بلاش دي اقول حاجة كلنا يمكن باللاحظة ايه الفرق بين حد بتاكل عنده والناس كلها زحم عليه واحد بتلاقي اتنين محلين مطعمين الاتنين جانبا بعض فيه هنا ناس زحمة جدا وفيه ناس هنا ما فيش اتنين تلاتة كده ايه الحكاية الحكاية ان بتاع زحمة ده عمل حاجة مهمة اوي ان هو عمل اتقان وعمل مهارة اتلاقيه طلع كل المهارات اللي جواه يعني ايه طلع كل المهارات ربنا سبحانه وتعالى ادى لكل واحد منا مهارات معينة الشاطر هو اللي يعرف ايه المهارة اللي عنده الشاطر هو اللي يكتشف نفسه الشاطر ايه ويقرأ ان ربنا اداني ايه ربنا سبحانه وتعالى عدل في توزيعه فالداني المهارة فيين في الحتة دي في الرسم الداني المهارة في الشعر الداني المهارة في الالقاء دور على مهارتك وتفنن في استدخال المعلومة بمهارة تاني النقطة دي النهاردة كلامنا مهم محتاجكم معايا اوي 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 علشان نحط توابط وقوائم وقواعد لكيف نكون باذن الله ناجحين في حياتنا على كل المستويات خليها كده حلقات امشي بيها مش مجرد ان احنا النهاردة علشان نذاكر لا الموضوع ده يسري على كل حد في كل مكان في البيت في المطبخ في كل حاجة المسألة بتختلف حتى زي ماقول في الطعام في واحدة في بيت من امهاتنا اخوتنا بتطبخ بطريقة عادية وفي حد تلاقيها ايه تتفنن لحط مهارة وتلاقي حاجة قسيطة مش لازم تكون الحاجة يعني لا لكن هي بتاخد او هو بياخد كل ما اعطاه الله من سكيلز مهارات ومن مواد قدامه الماتيريال علشان يطلع الحاجة في ابها صورة تاني تخيل ابني وحبيبي وعزيز الطالب لو انت مدخل المعلومة دي كأنها هدية تعال تخيلها انها هدية تعال تخيل انت جايب للمعلومة دي قطعة من الذهب الخالص وجايبها اللي لفيفها عفوا من كده فرقة منديل وفي حد تاني جايب حاجة يمكن اقل سعرا حاجة يعني الم مدالية بسيطة كده لكن حطها زي منقول ايوه في لفة هدايا التقبل النفسي بتاع ده شكله ايه وبتاع ده شكله ايه او الله يا دكتور سعاد فعلا موضوع بديني انطباع ان الشخص ده انا مهم عدده جدا راح للراجل بتاع الهدايا وقاعد يلفتها وحط عليها كذا المهارة دي هي اللي احنا بنستخرج منها كل الطاقات النفسية وبتكون ايه المعلومة ساعتها ليها طعم لما اجي اطلعها او اجي استدى المعلومة بافتكرها بحاجات معينة زي لما موضوع الهدايا كده او الله فلان جاب لي هدية في عيد ميلادي السنة اللي قبل الفات او في نجاح وكان عامل فيها كذا وحطت كذا وحطت كذا اذا استخدام المهارة عنصر هام جدا 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 في ان هو يضيف على المعلومة شيء من الرقي شيء من الربط شيء من التفاعل شيء من الاستدعاء الممتعة وخليك دايما تفكر في موضوع الاستدعاء الممتعة يعني انا زي لما افتكر كده مثلا ايه حد هبدأ اشوف الهدايا اللي جات لي الهدايا بتاعت التخيل معايا كده الهدايا بتاعت الملفوفة في علبة شكلها رائع وجميل هي اللي بتعلم في دماغي هي اللي بتفضل معايا وقت قول اه فاكر فلان لما جاب لي الهدايا الفلانية اللي كان عاملها بالشكل فلاني المعلومة كده المعلومة كده لما تستدخلها بشكل مهاري رائع بشكل شيء هتخرج بنفس الشكل وبشكل جميل جميل مش هتحتاج فيها مجود مش هتحتاج ان انت تعمل على نفسك ضغط او نوع من يعني حمولة او لود علشان تستخرج تعال نقف عند نقطة تانية مهمة جدا نقطة مهمة جدا بس هنستقبل دفتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيد ايمان سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا بحضرتك ازاي حضرتك يا دكتور الله يبارك فيك وعزك ازاي حضرتك انا كنت بس مع الحلقة اه المفروض ان احنا نركز على المادة وان احنا نحفظها كويس احنا نخليها بذكرتنا وقولي ده انا سمعها كويس بس المشكلة في المدارس اللي احنا فيها المدارسة بس رفا كل بقى فيه زي اسراع او مباراة على المادة يعني كل مدارس بيدي للولد يعني مواد يعني هي نفس المادة بس بيدي واجبات كتير جدا ما بيلحقش يخلص ما بيلحقش يركز في المادة التانية تمام يعني يعني بيدي لأولادنا ضغوطات كتيرة علشان كل حد يبين ان هو الاشتر ايوة بالضبط كده وعلشان يجيله بيدي لهم في البيت وانا بيذكروا لهم في المدارسة والله احنا احنا مع حضرتك احنا في كارسة احنا في كارسة لاني يعني انا مش عايز اقول ان الموضوع بقى فيه شكل تجاري اكتر وان احنا نحجز عنده فلان من السنة الجاية يعني الموضوع بقى تجاري توفقيني في الكلام ده بالضبط صح للأسف ما انا بقول هنا حضرتك اوستاذ ايمان ان احنا نعمل اصلا الموضوع الشكل التجاري ده اولادنا بعد ما بيخرجوا يعني اخر يوم في الانتحان انا بشوف رصة الكتب خلاص محجوزة لبتاع الطعمية محجوزة لبتاعلم حرام التحصيل ده حرام الفلوس اللي صرفناه حرام كل ده يضيع لمجرد ان احنا خلاص بالانتحان صح؟ وتحصيم كمان للولد نفسه مش تحصيل ده حشو ده حشو مش عايز ينجح مش عايز مش عايز اي حاجة مش كده هو بس عايز يوصل للنقطة دي وخلاص وانتهى وبينزل بنزل كم دمنا على دماغه بعد كده مش كده صح حضرتك شايفة ايه الحلول اللي ممكن نقدمها لولدنا بالاضافة للكلام اللي احنا بنقول فيه الحلول في المدرسة يا دكتور برضو تسمحيلي تسمحيلي عطارت معك بحاجة استوزة ايمان تسمحيلي اذا ازنت دي عطارت معك بحاجة انا بقول ان التعليم في البيت مش في المدرسة ده رأيانا شخصي التعليم في البيت بس احنا مش ملاحقين مش ملاحقين معاهم مع مين؟ مع الولاد ولا مع المدرجين؟ مش ملاحقين معاهم يعني انا مثلا عشان امسك الولد اديله حاجة تانية في البيت او اذاكر له مادة تانية او اركز له نقفة واحدة مش قادرة لانه بيجي الساعة كذا مثلا بيجي الساعة اثنين يأكل لقمة بيذاكر تانية تلاقي المادة خلاص يعني هو مركز على حاجة واحدة مش قادر يركز او يذاكر او يدخل اه اه طب ببتدي دي الوقت يعني ببتدي قد لولادكم يعني كل مادة كده يلا ايه قربات تذاكر وحل وخلاص يعني هعمل ايه؟ يعني مفيش تصور يعني انا عايز اسمع اراء الامهات والاباء لانهم اكتر ناس بيعانوا مادة ووقت وضغوض وعصبية بتتحول في الوقت من الوقت لضرب طبعا مش كده؟ الولاد مش قادرة يستوعب يعني الولاد نفسه مش قادرين يستوعبوا مفيش حاجة حلوة ما تحسش انه فيه زي الزمان مثلا خصت ديقنح الترفية بحثة رياضة يعني يخرجه عن ما هو الموضوع يا مادام ايمان بقى يا ضوبك انا عايز اعمل معلش اسمحيني في اللبز عايز اعمل مصلحة واخد الوقت وده هنا هنا وده كده كده وفي الاخر الطالب عارف ان هو حاجة بتتعبى فيه بيرميها بيرميها اول مش بعد بيخلص اول ما يخرج من المادة تحب الزبط كده بحضرتك ربنا يا كريمك انا اشكر اتصالك ويا رب ان شاء الله في الاخر نعمل تصور شكوى وده صوت الناس لو سمحته تعالوا نغير تعالوا نعدل لان احنا مطالبين بالتغيير ومش هيحصل التعديل زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال لنا الا ان احنا يغيره حتى يغيره استمرار التغيير اتاخر لكن جه لذلك هنا يغيره حالة من الاستمرارية وحتى موجود لغاية لما انت تغير نفسك الامور هتتغير فلو احنا اتاخرنا كتير في موضوع تعليم او في موضوع الدراسة او في موضوع هيكلة شكل حياتنا العلمية مفيش مشكلة لكن انا باعتبر ده نداء وبضم صوتي مع صوت اختنا المتصرة وبقول للاسازة المسؤولين عن ولادنا يعني يشوفوا حل تاني ان الموضوع تقيل قوي على البيت تقيل قوي على المستوى الاقتصادي بتاعنا تقيل قوي على نفسنا تقيل قوي على الاسرة الاسرة تعبت الاسرة بتحس ان هي عندها حالة من الطوارئ وحالة من الضغط والامهات لو عندها ولدين ثلاثة بتبقى كارثة هتدي ده وده 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 وناس كتير طبعا زي ما احنا عارفين بتصرف جزء كبير قوي من اقتصادتها على التعليم اللي هو مش تعليم على التعليم اللي هو ما يقربش للتعليم بحاجة يا رب الناس صوتنا يوصل لها قدينا بنقول علشان نبلغ وان شاء الله انا حاسس ان بإذن الله ان في لجنة التعليم الاسوات هتوصل لها لان الموضوع مش هستمر ويا رب نبدأ خطوة جديدة علشان ما نشوفش شكل التعليم كده وما نشوفش شكل ولدنا كده وبعدين في النهاية يقولك طبعا حتى لو تعلمت هاخرج عامل ايه احنا مش عايزين نوصل ولادنا لهذه الحالة المأسوية من حالة الكآبة والقلق مش عايزين التعليم اللي هو اساس كبير في العبادة لا ده بداية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بدايته كانت اقرأ رغم انه امي صلى الله عليه وسلم التعليم محور اساسي في حياتنا في حياتنا العبادية العبادة اساسياتها ان انا اتعلم كيف اعمل كيف اصلي كيف اصوم مسألة كلها مرتبطة بالتعليم فلما التعليم ينزل ويتدنى بهذا المستوى لا يبقى لازم نقف لان العملية مرتبطة اقرأ اقرأ موضوع ما هو سهل موضوع ما هوش زي ما وصلنا له كده وانا عندي امل في الله وفي كل الناس المسؤولين عن اكيد هم حسين اكيد لكن برده اكيد في وسائل اخرى للتطوير تعالوا نكمل نقول ان الخطوة الرابعة من خطوات او من اسرار ومفاتيح النجاح هي حكاية وحكاية مهمة جدا واسمع لي او زي ما بنقول كده بالبلدي تقطع لي ودنك اوي دلوقتي ان الموضوع ده فايصل اساسي في الحدوتة ايه يا دكتور اختيار الاصدقاء رب ايه يعني انا سامحة بقول لي طب ايه جاب دال دا لا ده هو ده هو ده هو ده هو ده لو انت عايز تتعلم وعندك الهدف وعندك الاتقان وعندك المهارة لازم اللي جنبك ده يبقى شبهك وشكلك قل لي من هم اصدقائك اقول لك من انت وليه الروح بعيد وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله المرء على دين خليله هو التركيبة دي هنا التركيبة دي هنا لذلك حدوتة او قصة او وقفة اختيار الاصدقاء دي بيتيجي محور اساسي وهام ودافع من الدوافع القوية جدا وحط التحتيها تلاتين اربعين ميت جدا في تقدم او سر ان اسرار الرجاح ازاي دكتور انا عايز اقولك حاجة لو انت لك صاحب وبتحبه بس المستوى قليل قوي عنك فيه الشكل التعليمي خليه في المستوى بره التعليم تاني لو انا دكتور والله الشخص ده طيب وبحبه او انا دكتور البنت دي معايا مثلا وانا بحبها ويا زملتي وبرتاح معاها وشخصها محتر لكن هي في المستوى التعليم بتاعها قليل قوي طيب تعالي بقى اسمعي وصلي على سيدك الناجة على السلام واقولك حاجة اهمس في ودنك وفي ودنك الحكاية مرتبطة ان انت لما تشوف نفسك كبير قوي وتبصت ليه هو قليل قوي اه صحيح يا دكتور الدافع اللي تكلمنا عليه في الاول هيقل الاتقان لا طب ما هو فلان بيعمل كده ما هو فلان جايب خمسة من عشرة ايه اللي جرى ما هو فلان جايب اربعة من عشرة ايه يا دكتور في ايه انت عايزنا يجيب عشرة من عشرة وتسعة من عشرة ما هيزملت اول حاجة بقى هتحصل واول نظرة هتنزل ما هيزملت فلان ايه جايب خمسة من عشرة ما بصش بقى للتانية اللي جايب عشرة من عشرة ولا هو جايب تمانية لا فاختيار الصديق هنا محل دفع او اتهام محل تقدم او تأخر يا ام حياخدك بايدك ويشدك ويطلعك لقدام يا ام حيجيبك لورا يا ام حتبقى فيه منافسة شريفة طب ليه انا مستحبش الرجل او زميلي ده بقى عشرة على عشرة او تسعة يا عم ليه لو انا وقف في منطقة سبعة او ستة او تمانية ليه ما بصش لبتاعة تسعة وعشرة ليه ابص تحت ليه وليه اختار حد خلي مالك المشكلة هنا فيها مشكلة نفسية انا بدور على حد اقل مني علشان اتحجد به وعلشان اقول ما هو الحكاية بتعمل ايه بتدي للعقل الباطن نوع من القراحة والاسترخاء فبيقل الدافع خلي مالك السر النفسي بقى هنا بقى سر مهم جدا 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 من اسرار النجاع ومن اسرار التقدم من اسرار التفاق ان انا بعمل ايه بعمل عملية اقناع العقل الباطن في اللاوع يقول طب ما هو صاحبي هوا جاي بخمسة ايه العلاقة ايه العلاقة بان هو صاحبك وبان هو جايب خمسة انت حبه زي ما انت عايز اه على مستوى الحياة الاجتماعية لكن على مستوى الحياة الدراسية لا مش هينفع ومش هينفع يكون صديقك ويدرك ومش هينفع يكون صديقك ويرجعك لورا ومش هينفع يكون صديقك وما يحب لكش ان انت تتقدم لقدام تنتفي فيه شروط استدقة خالص وما نعمل يا دكتور لا في المستوى التعليمي او في اصدقاء التعليم لازم اشوف حد قد امكانياتي وقد حلمي وقد تصوري وقد مهراتي علشان حتى لما ييجي وقت وانا اغسع زي ما اقول كده فيه شوية ايه مالك جرالك ايه انت قلت كويس ايه اللي جرالك تعالك تعال راجع المادة دي سوا انت الان فيها من ايه طب انا عشرح حالك النقطة دي استنى قلقت معايا كده فانا مش عارف اا مش جاية معايا عشرح حالك تعال يقوم ياخد بايده القدام التاني بقى يعمل مش كده كبر يعني هي دي اللي هاتيك في الامتاعنات يعني هي جات على قد دي طبعا الكلام ده بنسمعه وعاشين فيه الكلام ده بنسمعه وعاشين فيه ومنهم بقى يعني ده على مستوصل ده فيه حد تاني بقى انا بسميهم حزب اعداء النجاح مشكلة المشاكل انا افتكر وانا طالب في المجستير كان حد كده والله يبقى امانة جي ابيني انا كان طبعا شايل كتب وراجع ما كانش زي ايامك وكده الدنيا سهلة والنت وتاع كنا بنصعب يعني كنا بنتعب قوي قوي لما نروح ورقة كنت افتكر انا بروح اكاديمية البحث العلمي وقدم طلب وستنى الورقة وما تيجي من برة عشان بحوث الاجنبية شغلانا كبيرة فكان دايما ايه شايل شلتي انا كده ومعايا شانطة ورايح بقى طالب علم فامدق ابني في الطريق ما بنساش ابدا راح فيه هو كان عارف ان انا خلصت المرحلة الاولية بس ما اعرفش بقى انت بش خلصت قولها انا بعمل كزا الكلام بقى معلم يا اخي مجستير ايه ودكتوراه ايه ياه انت لسه هتعمل كده الكلام ده محفور في دماغي حزب عداء النجاح بيمسكك كده عشان يوقفك باي قدر من القدر باي شكل من الاشكال هو عايز خليك واقف من لا بلاش يوقف لا يرجعك الورق يا اخي انت لسه هتعمل انت لسه هتعمل دبلومات ومجستير ودكتوراه وييجي بقى الموضوع بقى ما يوقفش هنا يوقف عند مرحلة ايه السخرية وبعد انا هتعمل ايه واحد تاني قالها لي طب انت ماذا اخد دكتوراه هتعمل بقى ايه يا اخي سبحان الله يا اخي سبحان الله ده انا عايز اطلع لقدام انت ليه بتجيبن الورا علشان هو جواه ربما فيه نقص ربما فيه مشكلة ربما عايز يعمل اللي بنسميه في صح نفسية البرجيكن او اسقاط هو معرفش يوصل بيجيبك الورا في حين ان احنا لازم لازم ناخد نوع من الثاتر ونوع من الوقاية مع هؤلاء ما لكش تدعو يا عم انا وراء ايه احنا تقبلنا انا والشخص ده من كام من عشر سنين الحمد لله فضل الله ميشيت انا لما ربنا كرمني واخدت الدكتوراه وهو واقف في مكانك اوعى تسمع او اوعى تدي ودنك لحد من اعداء النجاح بعد كده عايز اقول عشان الوقت تقريبا خلاص ازف بينا عايز اقول هنكمل ان شاء الله بس عايز اقول فيه نقطة مهمة جدا 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 وهي عملية اه كون الموضوع ده مرتبط بردى الام مش عايز حد يقول لي ايه العلاقة ما بين ردى الاباء ورضى والمذاكرة او التحصيل او اسراء وده سر من اسراء النجاح والله يصدقوني سر رائع اقول لكم حاجة انا زمان امي رحمة الله عليها وانا نازل عارف كنت هي كانت قاعدة مثلا كده جنب الباب وانا نازل تدعيني وانازل في الحرب بتاعت العلم دي الصعبة الحياة ما خلتش سهلة زي ايامكم ساعات كانت تنسى او يعني مفتاح دايما سر نجاحك بدعوة عايزك دايما تاقد الدعوة دي لانها هتبقى بالنسبة لك مفتاح بيمشيك في حاجات كتير قوي وفتكر الكلام ده قوي انت لما بتعمل كل ده وتطلع كل الحاجات دي وتغلي في الكلام ده بدعوة هذه الدعوة كما تعلم ليس بينها وبين الله سبحانه وتعالى حاجاتها خد المفتاح ده ودايما زي ما تقولك الناس البسيطة كده يا بركة رضا الوالدين دايما خليه في محطة ان ترضي لانك مهما عملت من غير رضا مش هينفع ابدا مش هينفع هتبقى عبد مشتت وهتبقى طالب مشتت فخليك يعني على قد ما تقدر خد الرضا خد الدعوة اكسب قوي 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 رضا لاننا الحمد لله رب العلين واحد من الناس اللي ربنا قرمني جدا جدا ودا سر مهم في حياتي وفي لسه معلنه دايما انا بقول رضا امي رحمة الله كان سر كبير قوي وقت لانا عايزك دكتور كيل رغم انها امية لكن هي حطت في دماغي هذا التصور فلما والدك ووالدتك يحط في دماغي التصور ده خد المدد خد القوة خد الباور خد السبورت زي ما احنا بالقول نفس صحة نفسية خد الدعم ده علشان يوصلك لاهم واعظم حاجة اصدر بنير معانا قديم من الوقت للأسف الوقت بيضيع مننا بس مش بيضيع الوقت معاكم رائع وجميل بس انا بتهيقلي ان احنا بنقدم ان شاء الله اسرار ومفتاح وحنكمل بإذن الله بس خلينا نقول ان كل اللي بتعمله ده انا عايزك تحط ده تحت باراجراف مهم قوي اللي هو ايه كل اللي بتعمله ده في ميزان حسناتك كل اللي بتعمله ده تسبيح تسبيح اوعى تفتكر ان ده رائع كل اللي بتعمله ده طريق في الجنة كل اللي بتعمله ده رضا من الله والملائكة تضع لك اجنحتها تشريف وتكريم وتعزيز واللي بتعمله ده جيش رسول صلى الله عليه وسلم جيش العلم جيش اقرأ اللي بتعمله ده تسبيح اللي بتعمله ده سعي اللي بتعمله ده رسالة مش مجرد سنة وهتروح لحالها وذلك بقولك اذا كان كون كله يسبح فعلا في كل تسبيحة ترويحة اسمع الكليوتين دول قوي في كل تسبيحة ترويحة في كل مرواحة بتروحها المدرسة وفي كل نظرة بتنظرها وكل قلم قلم يعني يخطو بخطوط في اوراق فيها ترويحة فيها ترويحة نفسك في الدنيا فيها ترويحة انت بتكسب رضا والدين فيها ترويحة انت تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وانت مع الذين يخشون الله سبحانه وتعالى انما يخشى الله من عبادي مين العلماء حط نفسها في المكان ده فعلا في ان في كل تسبيحة ترويحة وفي كل محنة منحة فتعلم كي تغنم ثم استمسك بالواحد الاحد فان النفس التي ليس لها اطارا اخلاقي لا تنعم بالحياة خليك دايما دول اوي حط كل ده في اطار اخلاقي لان النفس التي ليس لها اطار اخلاقي لا تنعم بالحياة خليك مع الذاكرين ولاش تكون مع الذين يعني غاضبوا او الذين امتعدوا هذه الحياة خليك مع الذاكرين لانه ومن اعرض عن ذكري فان لو معيشة ايضا لا خليك مع الذين امنوا وتطمئنوا قلوبهم بدكر الله لا بدكر الله تطمئن القلوب خليك مطمئن خليك تابد خليك اذن الله نتقابل واحنا معانا اصرار جديدة من اصرار النجاح الى ان نلقاكم لكم مني كل التحية ولكم مني كل الفضل ولكم مني كل خير سبحانك الله وبحمدك لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وسلام عليكم من الله ورحمته وبركاته ان تطاول ليلنا او تمادى في الظلام او تطاول ليلنا او استأرتا للركام ان تضاء لحلمنا او تناثر في الزلام ان تطاول ليلنا او تمادى في الظلام او تعثر ركبنا استأرتا للركام بتحس كتير انك متدايق ومكتئب وهمومك بتزيد عندك